يكثف جيش الاحتلال الاسرائيلي استهدافه مصادر الماء والطعام في قطاع غزة حيث حذرت مصادر فلسطينية من أن المياه التي ضخت لغزة منذ بدء العدوان تعادل ثلث احتياجات المدينة فقط نعم إيمان ومن جهتها أيضا نددت منظمات دولية وأممية بقصف قوات الاحتلال لخزانات المياه والمخابز والألواح للطاقة الشمسية وحذرت أيضا من حرمان سكان غزة من ضروريات الحياة في ظل القصف الاسرائيلي الوحشي المتواصل يعيش أكثر من مليوني غزي تحت وطأة معاناة يومية في سبيل تأمين لقمة خبز أو شربة ماء مفقودة وسط سياسة تجويع وطاطيش جماعية يمارسها الاحتلال الاسرائيلي على سكان قطاع غزة المحاصر معاناتنا احنا هنا هذه زي ما انت بتشوف أحد الحي المنطقة فيها نازحين وفيها ظلوا صامدين فيش مي يعني فيش مي نهائي لا مي حلو ولا مي مالحة فالناس تضطر أحد المنطقة عددهم تقريبا زي ما يقارب 30 ألف هذه سكان شرق ما برفع وغرب ما برفع فالكل بيجي يعب مي هنا في منطقة خان يونس الساحلية جنوبية غزة تضطر الأسر الفلسطينية لاستخدام مياه البحر لتلبية احتياجاتها الأساسية بما في ذلك الشرب والطهي والنظافة وسط كارثة إنسانية متفاقمة فيش مياه ما فيش أكل للأطفال فيش خبز إحنا إحنا من الصبح من الساعة 4 وفينا على المخابز نتفاجئ أنه ما فيش خبز طيب المياه انقطعت والخبز انقطعت لمين نروح إحنا إحنا منطالب الأمم المتحدة توفير المياه إلنا توفير الأكل توفير الأمن إلنا إحنا بشر زينا زيهم زي أطفالهم إحنا أطفالنا بدنا تعيش الصليب الأحمر قال لأن شاحنات التي دخلت غزة منذ شهر تعادل ما كان يدخل للقطاع في يوم واحد وتلك المساعدات يمنع وصول الاحتلال إلى شمال غزة ليدفع السكان إلى اللجوء جنوبا من جهتها تقول الأمم المتحدة إنه من الضرورية دخول حمولة مائة شاحنة يوميا لتزويد سكان غزة بالمتطلبات الأساسية ونددت منظمات دولية وأممية بقصف قوات الاحتلال خزنات المياه والمخابز وألواح الطاقة الشمسية وحذرت من حرمان سكان غزة من ضرورية الحياة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر